ماس الخير يا متابعيني كيفكم ان شاء الله طيبين ان شاء الله مبسوطين والله ما ندري انا اشي اقول لكم ماس الخير ولا صباح الخير فاضي وما عند شيء تذكرت ان بكر سبت عرفت النفسيات بتكون بكرة يعني شيء نشويه قلت اضبط الحالة منذ الحينة والحالة سهل و بسيط مرة اللي هو تيز التمر وتعرفون ان التيز لطبقة الاولى انها ايش اللي هو بتكوتياهي مطحون وزبدة وملعقة قشطة عجلناها ونحرصها في الصينية وطبعا انا يمتبيني في الخلاط حطينا تقريبا على البتن قشطة 15 حبة تمر وخلطناها بعدها طبعا انا يمتبيني انا جال عني التمر ايش مجره شوي بسعاد ما في مشكلة بس اتوقع ان خلطته في خلاط كان بيجينا التمر وبعد ما خلطناه نزلناه على طبقة الاولى اللي هي البسكوت نزلناه ووزعناه على الصينية كاملة وبعدها ندخل الفرن لان نشوف الطبقة تماسكت ومثل ما تشوفون ان يمتبيني هذا الشكل بعد ما طلعناها من الفرن طبعا في الخلاط مرصاني هي علبة تنسلة وتقريبا ثمان حبات كيري وتقريبا ملعقة واحدة اسكفة كبيرة طبعا يمتبيني انا يوم شفت الوصفة هم حطوا في الطبقة الاولى وفي الطبقة الثانية نسكه فيه بس انا قلت لا بحطها في الطبقة الاخيرة عشان يكون طعمها افضل وبرضه اللون يكون مختلف هنا يمتبيني بعد ما خلطناها نصبها على الطبقة الثانية ونسوي نفس الطبقة الثانية اللي هي ايش نحن نوزعها ونفس الشي يمتبيني نضدها الفرن بس امشين بس نشغل عليها من فوق هنا يمتبيني بس والله غافلة بسيطة ما طولت وشوف كيف قد شكلها يعني نسح ترايك بس اشواء يعني انت تنأكل وطبعا بكرا يمتبيني بيدل الله بصورها في البرنامج الاصفر ونقطحها ونوريكمي اياها ولا تنسوا الاكتب الورو واللايك